محمد صلاح في 178 هدف بيسجلهم على ليبر بول في مسرته على مستوى كل البطولات اللي شارك فيها ده في كام مباراة؟ في 220، 290، 290 مباراة لعبهم محمد صلاح مسجل فيهم ده ده غير إنه صنع 74 هدف والجميل ومن المفارقات برضه إن محمد صلاح مبارح قال بيقولوا علي موسم ضعيف أنا لا أهتم بما يقال عني دي مش تناكع على فكرة دي طريق التفكير أنت كمان في حياتك ما تهتمش الناس بتقوله عليك بقول ده وأنا بفكر نفسي أنا كمان في أي مجال في الدنيا افعل كما يفعل محمد صلاح اللي النهاردة بقى هدف تاريخي لأحد أعرق الأندية في تاريخ الكرة في تاريخ الكرة فاستحق أن تنهال عليه الإشادات بهذا الشكل بل ممن حطم صلاح رقمه القياسي وهو روبي فولر تعالوا نستعرض كتب إيه فولر بعد ما صلاح أصبح الآن هو الهدف التاريخي لليبربول نستعرض الصورة زي ما قدامنا على الصورة مكتوب مكتوب يعني تهنئة ضخمة وكاتب هاشتاج ليبربول ليجند أسطورة ليبربولية مع هاشتاج أو مع منشن ليبربول طبعا فولر كان عملها كمان في سبع مواسم على فكرة يعني صلاح أقل على مستوى عدد المباريات وعلى مستوى عدد المواسم وبالتالي شيك زي ما النهاردة كافاني هنأ أمبابي بإنه حطم رقمه القياسي على مستوى الهدف التاريخي لباريس سان جرما النهاردة فولر بيعملها سريعا جدا لمحمد صلاح النجم الكبير طيب خلينا أقول لكم أنه أرقام محمد صلاح نفسه في المباراة النهاردة نستعرضها مع حضراتكم قبل ما هنرجع مرة تانية للنقطة دي لأنه خلصنا فيك كل الكلام والله خلصنا فيك كل الكلام زي ما المباراة دي نفسها مليانة تفاصيل ممكن نتكلم عنها هنتكلم مع الكابتن علاء نبيل فيها كمان شوي أرقام صلاح في لقاء النهاردة كانت كالتالي صلاح لعب المباراة كلها كالعادة عدد الأهداف المسجلة اتنين تمريدات حاسمة صنع هدفين منهم الهدف التالت في المباراة ده حتة ترئيصة لمارتنيز اللي عجز الكثيرون عن مراوغته بالشكل ده فرقصه يمين وشمال والتزديدات على المرمى اتنين من ثلاثة كانت بين الثلاث خشبات المراوغات النجحة واحدة من ثلاثة منهم واحدة اللي عمل بها الأسست اللي بنتكلم عليها تمريدات صحيحة اتنين وعشرين من واحد وتلاتين بدقة واحد وسبعين في المية والعرضيات الصحيحة واحد من واحد اما الكرات الطولية الصحيحة فكانت اتنين من ثلاثة صنع الفرص ثلاث مرات المؤكدة واحدة التدخلات الأرضية تمانية من اتناشر واخطاء حصل عليها ستة طيب خليني اروح معاكم الى نقطة مهمة جدا والنقطة المهمة دي هي انه اللعيبة دي اكيد بيتم اعدادها برضو يعني مثلا فريق موسمه مش سهل ويعرف يكسب سبعة دي لعيبة عير في التفوق نفسها فريق تغلب سبعة النهاردة ده فريق هيحتاج يفوق نفسه ومن ضمن الحاجات اللي بتفوق اللعيبة هي اكيد الطب النفسي او المعد النفسي وده